إلى ذلك نقلت صحيفة تايمز لبريطانيا عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن حكومة نتنياهو توشك أن تنهار وأن رئيسها متردد ويضيع الوقت من جانبها أفادت صحيفة وولف سريت جورنال أن تقديرات استخبارية أمريكية أكدت أن حركة حماس لا تزال تمتلك ذخائر تكفي لضرب إسرائيل عدة أشهر ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه رغم الحملة الجوية والبرية في غزة فأن هدف تدمير حماس لم يتحقق بعد